السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشي السنوية العامة فبطالي المذاكرة طبعا النهاردة هنبدأ مع بعض في حل الجرامر بتاع يونت وان في كتاب العمالقة واللي هي الازاتونة طبعا واما حاجة تغطي لايك لسه لايك طبعا وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد طبعا واشترك في القناة لو لسه مشتركتش عشان كل ده بساعدنا ان احنا المحتوى بتاعنا يتنشر ونبدأ كمان نطور لك منه ونجيب لك كتب تانية طبعا ان شاء الله تبقى كلها مجانية ومراجعات نهائيا ان شاء الله موجودة على اليوتيوب مجانا يلا يلا بينا نبدأ مع بعض وسمي الله أول سؤال عندي بيقول لي I know my bin أنا نقط الألم بتاعي I am unable to do exercises أنا مش قادر ان انا اعمل التمارين بتاعتي با دا حاجة حصلت في الماضي وليها اثر معايا فين في المضارع بانا بتكلم في زمن المضارع التام I have lost وانا بتكلم في المضارع التام طبعا is losing طبعا غلط وهات طبعا دا ماضي و lost طبعا دا الماضي بلده غلط طبعا رغبة اثنين How terrible يا له من حاجة فظيعة يعني My friend علي صاحبي علي نقط An awful accident يعني حادثة شنيعة طبعا يعني عايز اقول علي عمل حادثة شنيعة يبقى دي حاجة حصلت فين في الماضي Bravo عليك وليها اثر معايا فين في المضارع وحاجة حصلت في الماضي وما ذكرتش امتى طيب انا بتكلم في زمن المضارع التام ايا يكون يبقى has هات طبعا مضارع تام was having طبعا دا ماضي مستمر غلط has been طبعا غلط ليه بقى؟ لانا بقولك ان الحادثة والحادثة بتاخد have يا جماعة have an accident على طول وقت بالك لا تخدش been لا تخدش be verb between وهات طبعا في الماضي غلط طبعا رقم 3 i no at 3 letters انا ثلاثة خطابات انا عايز اقول كتاب ثلاثة خطابات هذا الصباح طالما ذكرت طبعا عدد الخطابات او عدد الشيء طبعا مش بتكلم على حاجة فين مستمرة يبقى have been writing طبعا غلط او الوحدة دي غلط طيب انا محتاج مضارع تام واخد بالك ومضارع تام ايه؟ بسيط عادي خالص انه مش مبني المجهول رقم بي دا مبني المجهول have been written دي طبعا مبني المجهول طبعا هو دي غلط انا عايز اقول لنا اللي كتبت ثلاثة خطابات الصبح دا يبقى i have written عادي جدا تبقى رقم see i has i ما تاخدش هاز طبعا تاخد هاد رقم اربعة التلاثة خطابات بقى اتكتبوا يبقى انا عايز مبني المجهول في زمن برضو المضارع التام يبقى three letters have been written اتكتبت هذا الصباح طبعا زي ملتاك طالما ذكرت عدد تكرار الشيء ما ينفعش استخدم زمن مستمر ما ينفعش استخدم زمن مضارع تام مستمر غلط طبعا we have written طبعا دي مبني المعلوم غلط و has طبعا مش هينفع ان ده جمعش هينفع خالص رقم خمسة علي has gone to baneswif علي راح baneswif عفوا this means هذا معناه ان النقطة ان هو ايه بقى ان هو gone to وفرق بينها وبين been to gone to يا جماعة معناها راح ومجاش been to معناها راح ورجاء ده معناه ان علي راح ولسه هناك في بني سويف this means that he is still there هو لسه هناك رقم بي بي يقولك لم يقعد هناك لا ده هو لسه هناك وقال لي gone to لو قاني been to معناها يبقى راح ورجاء يبقى فعلا لسه مش هناك كان انت تبقى رقم بي صح فطبعا ايجاب رقم بي غلط he will be there هو سوف يكون هناك لا هو معناه انه هناك طبعا غلط طبعا رقم 6 احمد هاس بين اه اه فرقا بين كلمة has been to has gone to واخد بالك الفرق بينهم ان واحده راح ورجع والثاني راح ولسه مرجعش دي معناه يبقى انه راح ورجع انه معناه انه موجود هناك يبا هي is no longer there هو لم يعد موجود هناك رقم سبعة هي نقطة feeling well recently I am afraid هي نقطة تشعر بتحسن مؤخرا أنا خايفة يبا هي ما كانتش تشعر بتحسن مؤخرا عشان كده أنا خايفة هي hasn't been feeling well recently عشان كده I am afraid has been طبعا غلط was طبعا غلط didn't طبعا غلط رقم ثمانية I know at five times ذكرت عدد مرات الايه الشيء يبا أنا ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش أستخدم زبا مضارع التام مستمر مضارع التام بسيط عادي خالص يبا I have called أنا كلمتها خمس مرات الصبح ده where have you been انت كنت فين أنا كلمتك سوري خمس مرات انت كنت فين يبا where have you been انت كنت فين طبعا have been calling طبعا غلط هات طبعا فين ماضي غلط واس طبعا فين ماضي غلط اللي محتاج بمضارع التام يا جماعة رقم تسعة ايجبت نقط much ايجبت نقط جدا over the years ومصر اتغيرت جدا على مرور السنين طبعا او بمرور السنيني بمصر يبقى ايجبت طبعا مفرد هتبقى تاخد هذه بهازي تشينجت اتغيرت مضارع تام مضارع تام يا جماعة وسيط عادي خالص ومبنية للمعلوم اكيد مش اتشينجت ماضي غلط لان انا بتكلم على مرور السنين او خدرك طبعا هات طبعا ده في الماضي از ده في المضارع از اتشينجنج تام في المضارع المستمر وغلط رقم 10 احمد نقط للمدرسة just now زي ما احنا عارفين طبعا ان just now بتعبر عن الماضي البسيط يبقى تختار وينت على طول رقم 11 that is the best presentation ده افضل عرض تقديمي تمام ان انا اسمعته قبل كده i have ever heard انا اسمعته قبل كده بتكلم هنا على المضارع التام البسيط انا طبعا بتكلم هنا على الخبرات يعني فعشان كده استخدمت المضارع التام بسيط رقم 12 he not fat but now he is هو ما كانش قبل كده سمين لكن دلوقتي هو بيكون كده he didn't use to be ولم يعتد ان هو يكون سمين لكن دلوقتي هو سمين رقم 13 طبعا عندي بنفي نفي عادة في الماضي طبعا هو بنفي ان هو ما كانش قبل كده تخين رقم 13 my mother no longer my brother sorry no longer اخويا ميقعد gets up late ما عادش بيسحى متاخر لان هي نقط doing هو ايه بقى هي ميقعد طبعا يستيقظ متأخرا انا عايز اقول كما كان هو يفعل قبل كده فين في الماضي طبعا doing هنا يا جماعة فعل ما نضاف له ايه ان جيه يبقى كده عمري ما هختار used to اللي هي رقم دي طبعا غلط ايه بقى ايه بقى غرار فعل فين المصدر الله يبريك له ولا هينفع اختار is used لان محتاجة ناقصها to ومش هينفع برضه عشان ده مضارع انا عايز اقول كما كان يفعل في الماضي طبعا c غلط و b بالتالي غلط زي ما امتلك في غلط خالص انا عايز اقولك كان يفعل في الماضي يبقى was used to بقى غرار فعل ما نضاف له ing رقم 14 farmers الفلاحين hard work on their farm الفلاحين ناقص بيشتغلوا في الفارم معناها طبعا الحقل بتاعه فلاحين ايه بقى ايه بقى هم بيعتادوا ان هو يشتغلوا في الحقل بتاعه حلو جدا مينفعش استخدم are used لان محتاجة are used ناقصة to مش هينتنفع خالص طب no longer الفلاحين لم يعدوا المعنى مش هيمشي خالص انا عايز اقولك الفلاحين يعتادوا ان هم يشتغلوا في الحقل بتاعهم used to مش هتنفع لي used to وراها بيجي وراها الفعل في المصدر وده اسم hard work يا جماعة ده اسم يا جماعة اللي هو العمل الشاق فانا عايز حاجة بتجيب وراها اسم يبقى get used ونخطى قبل كده verb to get become و verb to be لما بتيجي قبل used to بيجي وراها فعل ما نضاف له ing او اسم طيب رقم 15 the phone hasn't ring التليفون بتاعي ما رنش نقط the last two hours اخر ساعتين في عندي خدع يا جماعة في الجملة دي انا عارف يا جماعة ان since since بيجي بعدها ايه since يا جماعة بيجي بعدها ايه last زائد زمان زائد زمان اما for بيجي وراها يا جماعة the last زائد زمان بس في عندي خدع بسطة خالص ان انا since يا جماعة ممكن يجي وراها the last وقت بالك ممكن يجي وراها the last الله ينور عليك the last بس بشرط يجي وراها كلمة ايه طيب بص معايا الجملة دي اهو باش بس مش عارف اتحكم فيها طيب هاتب هنا جماعة the last ودي زمان اهو يبقى هنا هتاخد ايه ساعتها هتاخد for بص جملة رقم 16 the last وجو وراها طيب ساعتها مختارش for لا اختار هنا ايه اختار since همت الليلة طيب خش على رقم 17 she haven't driven a car هي ما ساعتش العربية بتاعتها نقط the accident يبقى منزل حدثة بتاعتها احنا عارفين since بيجي بعدها بداية المدة و for بيجي بعدها المدة كاملة يبقى the accident بيجي بعدها المدة كاملة بيجي بعدها بداية المدة عشان كده يختار since رقم 18 انا نقط a cigarette for 10 years انا مدخنتش سجاير لمدة عشر سنين يبقى i haven't smoked معناها ان انا هنا مدخنتش اي سجارة من عشر سنين رقم 19 what not is still a secret you اللي نقط اللي انت قلته دوت هيفضل سر you needn't worry انت مش محتاج انك تقلق او ما تقلقش ما تخافش يبقى what ما قيلة what has been said يبقى ما قيلة مبنية للمجهول ما قيلة ما قيلة ليه واخد بالك هيفضل سر ما بيننا you don't you needn't worry انت مش محتاج ان انت ومش مضطر ان انت تقلق طب هيف اختار have you said لأ طبعا دي غلط ليه لان دي استخدت سؤال وده مش سؤال واخد بالك ده مش سؤال مش اخر وده استفهم ولا حاجة وهذا طبعا دي مواضي طبعا غلط رقم 20 she can't answer هي مش عارفة ما كانتش عارفة ترد على التليفون لان هي كانت عمال اتصال لي يبقى دي ايه جماعة حدثين اطعوا بعض يبقى was او تبرير حاجة في الماضي يبقى was praying ماضي مستمر رقم 21 unfortunately لسؤال حظ ماي نقطة mistakes two mistakes خطائين انهار French exam yesterday عملت خطائين في امتحان الفرنساوي مبارح اولا مستيكس يا جماعة بتاخد make مش دو يعني دي دي تطلع بره وضني دي تطلع بره يبقى الاجابة يا ايه يا ام دي على حسب بقى الكلام فين؟ في المضارع التام ودى الماضي البسيط لا اقدر بقول لك يا ستر دي بقى الكلام ماضي بسيط يبقى انا اختار رقم دي اللي هي made طبعا الماضي بسيط رقم 22 i not a pass انا كنت باخد حمام سوء لذلك انا مسمعتش جرس الباب يبقى انا كنت باخد حمام عشان كده ما مسمعتش جرس الباب كنت تعمل اخد حمام عشان كده ما مسمعتش جرس الباب يبقى دي قاطع مقطوع حاجة حصلت في الماضي وكانت مستمرة يبقى was having ثانية واحدة يا مستر ايه؟ مش هاف دي يا سير ما ينفعش او يا مستر ما ينفعش تكون مستمرة الله ينور عليك فعلا ما ينفعش تكون مستمرة بس لو كانت بمعنى هاف يمتلك انما هنا بقى هاف معناها بتسوي كلمة ايه؟ بتسوي كلمة تيك يا جماعة يبقى انا كنت باخد شاور بتسوي كلمة هنا تيك يا جماعة فتيك عادي تيك مستمرة لا يوجد مشكلة طيب هاذ هاد طبعا ده ماضي ده مضارع تام غلط ماضي بسيط طبعا غلط هاد هاد دي ماضي تام غلط طبعا عايز اقول ان انا كنت عمال باخد حمام عشان كده ما اسمعتش الجرس الباب ادخل على ثلاثة وعشرين that is the first time دي اول مرة اللي هي نقطة a comedy play مصرحية كوميدية يبقى اول مرة لها او تسبق لها ان هي تشاهد مصرحية كوميدية او هو يشاهد مصرحية كوميدية بhas ever watching اول مرة لي يشاهد مصرحية كوميدية بقى عبر هنا على الخبرات طبعا بعبر على الخبرات يبقى استخدم المضارع التام طبعا has never طبعا ابدا غلط to watch دي طبعا غلط watching طبعا وضف لاي نجي غلط طبعا رقم اربعة وعشرين that is the first time برضو اول مرة لي ايه بقى انه يشاهد مصرحية to watch اول مرة لي for him to watch انه هو يشاهد مصرحية تواخد بالك يبقى هنا to watch a comedy play عشان هنا هنجيب بعدها to we المصدر مش هنجيب has لان طبعا هاز محتاجة يا جماعة محتاجة فاعل فما فيش نفاعل تواخد بالك وهاز برضو الورم محتاجة فاعل فما فيش نفاعل فيه مفعول تواخد بالك وحنا واخدين الصغة دي the first time ويجي وراها for ومفعول ويبقى توول ايه ومصدر watching طبعا دي غلط رقم 25 i would rather may not here time انا اقمل او افضل ان may not ما تضيعش الوقت بتاعها يبقى امل واخدنا would rather يا جماعة ما بيجي بعدها فاعل اللي هو ماي ده بيجي وراها هنا جملة في زمان ايه والله برافو عليك الماضي البسيط انا اقمل بخدام عن الماضي البسيط يا جماعة عندي didn't وعندي wasted اخطر انا واحدة ما تضيعش وقتها هي يبقى didn't wasted طبعا ما تضيعش وقتها wasted طبعا تبقى غلط المعنى ما يمشيش not wasted طبعا غلط hadn't wasted طبعا ده ماضي تام وغلط طبعا رقم 26 i would rather may not here time وقتها last weekend لا خب بالك بقى last weekend دي دي غيرت للدنيا ليه بقى مش هينفع بقى اختار هنا ماضي بصيط ليه كانت بتدل على مضارقة فعشان كده اخترت الماضي البسيط تحت الجملة لما تدل على ماضي تختار الماضي التام يبقى hadn't wasted يا جماعة ثاني would rather واخد بالك لما تدل على ماضي على ماضي تختار الماضي التام لو دلت على مضارقة تختار الماضي البسيط طبعا رقم 27 i would rather وما فيش نفاعي i would rather وما فيش نفاعي هتختار مصدر على طول طبعا هتنفي الجملة يبقى not wasted مش هتنفاع not wasted طبعا ده غلط ولا doesn't طبعا مضارق وده ماضي بسيط مش هتختاره لانه فيش فاعل طيب رقم 28 it's a time it's a time الي they نقط ركز برضو في الجملة دي it's time would rather i wish كل الكلام ده يا جماعة لما بيجي بعد فاعل بيجي ورفع فاعل في زمن ايه الماضي البسيط ايه بقى اختار هنا ايه طيب 29 have you finished your homework not you are too slow انت باطيق جدا هو انت خلصت الهومورك بتاعك انت باطيق جدا يبقى يت طبعا اللي انسى خلصته لما خلصتوش بيسألك انت باطيق جدا وانحنا عارفين انت هنا عفوان بتيجي في اخر السؤال بص بقى اللي بتاعتي اللي بعدها amazing have you finished your exam انت خلصت المتحم بتاعك excellent ممتاز طالما خلصت الحاجة قبل اوانا هنا مش هستخدم يت السيغة العادية ما هتستخدم ايه هتستخدم already يا جماعة لان هنا بيتعجب وانت خلصت اللي متحم بالفعل ده ممتاز تاخد بالك طيب رقم 31 i want to know انا عايز اعرف نقط you have studied english اه بقلك قد ايه عمال تدرس انجليزي يبقى for how long يا جماعة for how long حضرتك عمال تدرس انجليزي how long ago دي بتدل ع زمن ماضي بسيطه ده غلط since how long ده غلط for when برضو يا جماعة غلط احد يقول لي طو امال اللي كان بيسويها بسطر اللي كان بيسوي for how long اللي هي بق since when يا جماعة كان بيسويها كلمة since when يا جماعة دي كانت ساعتها بتساوي for how long وبردو بيسويهم how long اجبب استجمع الماضي البسيط رقم 32 while i not at home بينما او اثناء انا نقط في البيت my uncle صادم لي عمي فجأة knocked on the door كان بيخبط على الباب يبقى انا كنت اعمال فين في البيت وعمي خبط على الباب بحالة او احد هنا يقول لي قطع ومقطوع تاخد بالك وعشان كده هختار was being لا ليه بقى هو الكلام بتاعك صح هو فعلا دول قطع ومقطوع الواحدة سين قطعوا بعض تتكلمك صح بس was being هنا ما تجيش في استمرار يا جماعة فيش حاجة اسمها بكون ومستمر في الكون يعني وهو غلط طبعا being غلط قيلة لان في افعال ما ينفعش تكون في الصيغة مستمر حتى لو انطبقت عليها كل الشروط اخد بالك منهم فرب to be ما ينفعش اجبها في سيرة استمرار خالص ما ينفعش اقول was being اما هتختار ايه؟ ما دي بسيط عادي خالص يبقى was ولا واللي طبعا في المستقبل ولا اقام طبعا في المدارك رقم 33 وثلاثين وات نقط when you're far you will you لما بباك returned home ايه اللي نقط هتعمله لما بباك يرجع البيت يبقى يبقى what were you doing ايه اللي عملته واخد بالك لما بباك رجع البيت يبقى what were you doing ده ماضي مستمر وماضي بسيط حدثين اضع بعض في الماضي you were doing طبعا غلط السيغة غلط هانا ده سؤال have you done ده مضار احتام غلط ده ماضي بسيط غلط رقم 34 بيقول لي no one مفيش واحد ولا واحد speak to me كلمني like that before كلمني زي كده قبل كده طيب اولا no one ده يا جماعة ده نفي no one ده نفي يا جماعة يبقى انا never دي تطلع بره never برضا تقوله طبعا النافي نفي اسبال يبقى اختار ever see يا ام دي اختار بقى see ولا دي no one دي مفرد ولا جامعة مفرد مش جامعة يبقى اختار has ولا واحد تكلمني ولا كلمونا تكلمني واخد بالك يبقى مفرد 35 your sister looks very tired اختك باين عليها تعبانة جدا واخد بالك this because علشان هي نقط for two nights هي لمدة ليلتين يبقى hasn't slipped لم تنام لمدة ليلتين واخد بالك بيان سبب المضارع عشان كده استخدمت المضارع التام واص طبعا ده ماضي غلط طبعا was the sleeping غلط hadn't sleep برضو غلط doesn't sleep 36 هو نقط all his work هو نقط عمل كل الوجبات بتاعته لذلك he can relax this evening هو ممكن يريح هذا المساء يبقى هو عمل كل الوجبات بتاعته has done has done هو عمل كل الوجبات بتاعته وكمان علشان اخترت المضارع التام هنا عشان كلمة all all هنا بتدل على زمن المضارع التام 37 sorry for being late as sorry عفوا لكوني متأخر يا سير please من فضلك let me in من فضلك سيبني ادخل انا نقط very bad traffic انا كنت بقى في very bad traffic يعني كان في زحمة مرورية وفظيعة have been ليه بقى؟ لان الكلام حصل قدام عيني هنا وان دي معناه انا ظليت في زحمة مرورية يبقى اختار مضارع التام عادي خالص have gone طبعا غلط طبعا زهاب طبعا غلط واز طبعا غلط had برضو غلط 35 why why مفيش وراها فاعل خدنا قبل كده why لما بيجيش بورها فاعل بيجي ورا ايه فاعل بنضاف له ing حلو جدا بس لو كان يبقى فاعل الجملتين واحد فاعل الجملتين هنا مش واحد يا جماعة why فور فاول مستنى القطر my 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 call phone my ular الفاعل هنا مش واحد ايه هنا غير هنا ايه هنا طبعا تختار ايه ماضي مستمر العدي rogue Delicious waiting طبعا اخترق لو كان فاعل الجملتين واحد طبعا فاعل الجملتين مش واحد ولا was waiting طبعا غلط ولا ايو بيه طبعا برضو خطأ ندخل على 39 between six and half past seven this evening I نقط breakfast انا نقط فطار بين ستة وسبعة ونص سنة كنت اعمال تناول الفطار يعني كنت اعمال ايه؟ باكل يا جماعة الفطار يبقى ايه بقى؟ يبقى I was having هنا هافة يا جماعة بتساوي كلمة eat فعش كده تيجي مستمرة عادي خالص طبعا مدة هي تحددت مدة حدث حصل في الماضي في مدة معينة يبقى ماضي مستمرة طبعا رقم اربعين احمد اسفري هابي احمد فرحان جدا هي نقطة a middle for writing poetry يعني هو عايز اقول ان هو كسب جايزة يعني او سوري مادليا لكتابة poetry يعني يبقى هو ايه؟ حاجة حصلت فين؟ في الماضي وليها اثر في المضارع يبقى هي هاس ون هي هاس ون يا جماعة وان طبعا حاجة حصلت في الماضي وخلصت طبعا غلط is winning برضو غلط had one غلط 41 when I went to the workshop اثناء او عندما انا ذاهبت لي الworkshop the mechanic الميكانيك نقط ما يكرر عربية بتاعتي so I had to wait الميكانيك كان عمال يصلح العربية بتاعتي علشان كده كنت عمال مستني I was preparing كان عمال يصلح العربية بتاعتي لذلك انا كنت مستني 42 بيقول لي نقطة have you played chess نقطة لعبت شطرانج انا لعبت شطرانج نقطة من 8 years من 8 سنين طالما قال لك المدة كاملة يبقى كده استخدم 4 وطبعا هاسألك بسأل هنا كم طول المدة اللي انت لعبت فيها شطرانج يبقى اللي جاي برقم C يبقى هاولونج هنا و 4 ستستخدمها قبل 8 years ندخل على 43 the shop has been open المحل مفتوح او سوري المحل اللي فتحه مبنيه للمجهول طبعا نقطة ساعة 12 we have sold 30 كيكس نقطة يبقى احنا بيعنا اي بقى اول حاجة طبعا انا باتكلم هنا على sense ولا for انا باتكلم هنا على sense يا جماعة لاني دي بداية المدة هيبقى sense هنا وطبعا نستخدم هنا so far يا جماعة هنا في الاخر نستخدم so far باتكلم هنا زمان المضارع التاب 44 while the teacher اثناء المدرس نقطة the questions on the world اثناء المدرس نكن عمال يكتب الاسئلة على الصبورة the student الطالب نقط the classroom دخل الفصل يبقى السلام المدرس طبعا ده حدثين قطعوا بعض يبقى was writing we entered طبعا كلام في المواد المستمر الحدث ده المعطوع والحادث القاطع في زمن المواد البسيط يبقى هنا طبعا استخدم مواد بسيط هنا استخدم مواد مستمر ندخل على 45 my uncle او خالي nd company اعايز اقول شغال في الشركة بقى له كم سنه بقى له 20 سنه هو دلوقت تقاعد هي retired من سنة فات هو لسه اشغال او خلص الشغله ليس تتوقع اما لو كان لسه اشغال يختار has worked اصلا مش موجودة بس يا مفروط بهازورك دي يعني فانا بديه غلط طبعا ويزوركين غلط ويوركين طبعا غلط تقم ستة واربعين it's only the second time time sorry دي فقط المرة التانية اللي انا نقط a football match مباراة كرة القدم in a stadium في الاستاد ايه بديه المرة التانية ايه طب اتكلم هنا على خبراتي باستخدم ايه يا جماعة هستخدم هنا المضارع التام طبعا انا بتكلم على خبراتي ومضارع التام ايه هاف سين انا شفت فيها الماتش في الاستاد 47 رامي used to go to the school library رامي يعتد ان هو يروح لمدرسة المدرسة and not the book اللي هي needed اللي هو عايز اقوله وبيستعير الكتب اللي هو بياخدها يبقى يا رامي يبقى when to go the school library and برو لبقى يا جماعة لان ان دي عطف على فكرة الادات عطف وابعطف الحاكتين الفاعلين اللي بيعطفهم على بعض هو بيذهب وبيستعير طبعا اللي بيجي بعضيته وبيجي وراءه فعل فين في المصدر فدي هتجي في المصدر ودي برضه في المصدر علشان يا جماعة دي معطوف على ده الفعل ده وفعل ده اللي اتنين معطوفين على بعض حسنا نحن نقاط في حلوان لمدة خمس سنين بس دلوقتي we are living عند الوقت عند الوقت احنا عايشين فين في المنصور حسنا كنا عايشون في حلوان وبدأ حاجة يقوم بتحؤية concepts كنت عمل مستني بيتر ومنتظر في انتظار بيتر يبقى I have been waiting يبقى I have been waiting for بيتر يبقى أنا كنت مستني بيتر لمدة نصف ساعة وقد بقى لكو عمل مكمل في انتظار بيتر هو لسه مجاش رقم 50 رامي نقط with the degree وقعني رامي نقطة الشهادة بتاعته في الكيميا في سنة 2020 منحة أو كرمة كرمة طبعا دي مبنية للمجهول يا جماعة في زمن الماضي البسيط هيبقى was honored يا جماعة تبقى مبنية المجهول في زمن الماضي البسيط رقم واحد لا طبعا احنا في عشرين وثلاثة وعشرين طبعا حاجة دي حصلت في ماضي وخلص رقم 51 what was the noisy last night ايه كانت الضوضاء الليلة اللي فاتت انا اعتقد ان شخص ما نقط on our neighbor's door انا اعتقد ان شخص ما كان عمال بيخبط واخد بالك يبقى was knocking كان عمال يخبط على الباب بتاع مبارح واخد بالك يبقى الكلام ده حاجة حصلت في الماضي واستمرت لمدة معينة في الماضي بماضي مستبر رقم 52 I was watching TV انا كنت عمال مشاهد التلفزيون نقط my sick father والد المريض returned from the والد التعبان رجع من ال office من المكتب حلو جدا while big or a ماضي مستمر واخد بالك وهنا وقبلها سوري ماضي بسيط يعني مش هتنفع while and as and just as برضو نفس فكرة just as برضو نفس فكرة while big or a ماضي مستمر نحل قبلها ماضي بسيط مش هتنفع خالص since مش هتنفع لانه big or a ماضي مستمر وقبلها مضاهر اعتاب هنا ده ماضي مستمر يبقى الوحيدة اللي تنفع win 53 visiting hours ساعات الزيارة خد بالك يا معاعة ساعات دي اسم والزيارة دي صفة تمام؟ اسم وصفة واخد بالك ان ده اسم ما تقوليش ده فعلي مضاف له a ng لا ده ساعات الزيارة ويجد يبقى اثناء ساعات الزيارة احنا حصلنا على تذكار الدخول للمستشفى عشان يشوف عمي يبقى during او حد يقول لي on وان يبقى وفل مضاف له a ng والبياردو بيجورها فعلي مضاف له a ng ده مش فعلي مضاف له a ng ده صفة واسم يا جماعة اسم hours طب خش على 54 نقط doing our homework نقط عمل الواجب بتاعنا we hand it احنا سلمنا our teacher سلمنا للمدرس بتاعنا او يبقى بمجرد ما احنا عملناه او لما احنا عملناه سلمنا للمدرس بتاعنا يبقى on انه فعلي ما نضاف له a ng on being تمام ما تنفعش ليه تيجي في المبنية ليه المجهول وديه مبنية المعلوم غلط having been برضو زي المبنية المجهول having تيجي وراء تصريف الثالث وما تنفعش طبعا خمسة scientists العلماء ways to isolate عشان يعزلوا الجين الجينات in the last few years في السنوات القليلة الاخيرة يبقى العلماء يبقى يطوروا الطرق عشان يعزلوا بها الجينات في السنوات الاخيرة يعني طبعا بتكلم على حاجة حصلت في المدارع التام يا جماعة بكلمنا على المدارع التام ودليل على كده the last few years يا جماعة ده دليل على المدارع التام 56 wonderful رائع new school not in our village recentry يبقى المدرسة الجديدة بتاعتنا المدرسة الجديدة اللي بنيت واخد بالك في قريتنا مؤخرا يبقى has been built مبنية المجهول في زمن المدارع التام وrecentry بتدل على زمن المدارع التام وده مبنية المجهول 57 we couldn't enter نحن مش هنقدر ندخل الغرفة علشان ات نقطة عشان هي ايه بتندهن يعني عشان هي بتندهن يا جماعة مش هنقدر نخشها يبقى was been built لا طبعا عايز حاجة مبنية المجهول و had been built طبعا غلط يبقى ايما اختار c ايما اختار دي وطبعا الكلام في الماضي وانا بتكلم على حدثين اطعوا بعض في الماضي في حدثين اطعوا بعض في الماضي بقى ده ماضي مستمر وتاني ماضي بسيط لان هي عملت او سبب او بيان سبب في الماضي بل بتكلم برضو على الماضي المستمر يبقى was being built طبعا غلط ده مضار اعتام غلط طبعا طيب 58 from from 5 to 7 من 5 ل 7 last night الليلة اللي فاتت my uncle عمي نقط في البيت عمي كان بيتزار في البيت اخذ بالك يبقى انا بتكلم على حدث حاجة حصلت في الماضي في مدة معينة في الماضي اللي هي من 5 ل 7 يبقى انا بتكلم على زمن الماضي المستمر يبقى هات طبعا واض واض يبقى انا هاختار يا امه سي يا امه دي طبعا الكلام ده مابني المجهول ليه لان عمي مش بيزور في البيت بيزور في مين لا غلط طبعا يبقى سي غلط يبقى دي يبقى was being visited يبقى عمي كان بيتزار في البيت 59 بيقول لي هي نقط هي نقط the money هي نقط الفلوس اللي هي محتاجها هي اعطية الفلوس اللي هي محتاجها يبقى شي لم تعطى الفلوس اللي هي محتاجها هي wasn't given لم تعطى طبعا مابنيه للمجهول عشان هي محدش ده تاخد بالك فلوس اللي هي محتاجها طبعا didn't give طبعا مابنيه المعلوم غلط و gave في الماضي البسيط غلط و gives طبعا غلط رقم 60 once بمجرد ما انت نقط you will play games with your friends بمجرد ما انت تخلص انت تاخد بالك هتالت تلعب ايه العاب مع صاحبك once you have finished و من جرد ما انت تتخلص بكلمين على زمن ايه مضارع تام لماذا مش انا اقول لك الروابط الزمنية قبل كده بيجي وراها مضارع تام والنحية التانية ايه بقى ويل والمصدر مضارع تام مضارع بسيط مضارع برضو مستمر شغال والنحية التانية ويل والمصدر طيب رقم 61 منهم وانس ووين وويل وكل تقريبا بروابط الزمنية 61 اي نقط نيروم انا رقم الغرفة بتاعتي وين مريم لما مريم كيم تسيمي لما مريم جات وايه علشان تشوفني شو دزالك هي اوفرت ويل بمي هي عرضت ان هي تساعدني ايبقى ايبقى انا كنت تعمل بزين الغرفة بتاعتي لما مريم جات حدسين حصلوا في الماضي وقطعوا بعض يبقى واز طبعا حدسين في الماضي اطعوا بعض كيم طبعا جات اول ما هي جات كنت انا عمال بزيني يعني اخذ بالك الغرفة بتاعتي وبعد جدا عرضت علي ان هي تساعدني 62 unlike now على عكس دلوقتي انا نقط بلاك كوفي انا لا بقى اعتاد يعني او ما عدتش معتاد ان انا ايه حشان طبعا انا بتكلم على حاجة متنقضة انا ما عدتش معتاد ان انا اشرب قهوة سادة يعني I wasn't used to على عكس الان انا ما كنتش معتاد ان انا اشرب قهوة سادة طبعا دي كانت عادة في مكانتش عادة في الماضي فانا بقولك ما كنتش معتاد بس دلوقتي بقت معتاد طبعا دي كانت مكانتش عادة عندي في الماضي بس دلوقتي بقت عادة عندي في المدارس طيب رقم 3 وطبعا نيوز طبعا ما دينفعش ويزدو تو معناها غلط طبعا لان بقولك على عكس دلوقت انا كنت معتاد لا على عكس دلوقت مكنتش معتاد وديدينت يوز تو طبعا برضو غلط ليه لان دينت يوز تو بيجوا ورافع الفين في المصدر وده اسم يا جماعة وانا هنا محتاج حاجة بيتجيب اسم اما وراه اما اما فان مضاف له انجيب اوازنت يوز تو تلاتة وستين توقع عند عالي نقط مارد نقط لاست جولاي يبقى هما انجيب اتجوزوا طبعا لاست اقام لاست وزا لاست بتيجيب تخد مين سينس يبقى اكيد فوردي غلط وبس هي فوردي غلط عما تلا aromatic انا انا اتكلم ايه المضارع التام يا جماعةняя هاد هاد طبعا غلط انا اتكلم هما انجيبها اتجوزوا واخد بالك سنس لاست جولاي واس واس وصوري ويروي سنس تبقى عندي غلط طبعا اربعة وستين هاو لونج اجو اجو بتدل على زمن اي يا جماعة الله يبارك لك بتدل على زمن الماضي البسيط يبقى انا بتكلم على الماضي البسيط يبقى هاف طبعا تطلع بره هاو لونج اجو نقط ليرن فرنش اي نقط انا بتعلم فرنساوي فور تو ييرز من لمدة سنتين يبقى هاو لونج اجو و did you start امتى بدأت انك تعلم فرنساوي واخد بالك ورد علي انا عمال بتعلمه من سنتين واخد بالك ولسه مكمل في تعليمه يبقى يبقى i have been learning يبقى اللي جابي عندي رقم دي ندخل على 56 نقط عادل yet yes i نقط him two days ago عايز اقول له انت زورت زورت عادل قال له ايو انا زورته من يومين فاته طبعا هنا يستخدم ماضي بسيط وهنا يستخدم مضارعة يبقى have you visited طبعا اول واحدة غلط و تاني واحدة بيه برضو غلط و did برضو غلط 66 نقط نقط من مدة كبيرة لذلك التقس بيكون حر جدا وجاف يبقى قبطلناها و يعني معناها حتى الان و قبطلناها كلمة دل على المضارع التام يبقى هي ممطرتش مدة كبيرة يبقى has been يبقى ايه صح وصي صح لسه معاي طبعا بيه غلط طبعا لان انت ماضي بسيط و دي برضو غلط لان دي مبنية المجول و جمعنا ديش مبنية المجول انا عايز اقول انها لم لم تمطر ممطرتش يعني واخد بالك لذلك هي ايه بقى لذلك الطقس بيكون حار و جاف لحد دلوقتي يبقى هنا استخدام مضارع تام وهنا برضو استخدام مضارع تام ليه عشان ابطلناها ابطلناها و معناها حتى الان يبقى هاختار هنا هازنت ريند واخد بالك مطرتش واختار هنا هازبين وهي بتكون دلوقتي حار يبقى الإجابة بتاعت رقم ايه سي غلط ليه بقى لان انا بقول لك هاد طبعا غلط انا عايز استخدام فيربطو بي محتاج فيربطو بي ودي برضو غلط عشان برضو هنا واضح يا جماعة هنا مضارع سوري هنا ماضي بسيط وطبعا هنا برضو دي الإجابة هنا خطأ بس كده هنكون خلاصة مع بعض في الجرامر بتاع الوحدة الاولى ان شاء الله وهما حاجة دا غلطيك لسه وفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد واذكرنا كده بالدعاء وان شاء الله نكمل بقية الوحدات مع بعض وان شاء الله الفيديو عارة وان شاء الله الفيديو الجاؤ على البناز والفيديو اللي بعدهрал اللي بعده على الترمسليشن والي بعده وان شاء الله على القطعة بتاعت المراجعة بتاعت الوحدةeline الوحدة وان شاء الله سهم لك على فيديوهات بسيطة بحيث ان انت من تزهوقش appearingessions فيديو طويل عليك اما سالف bar totally note bell و kings and keep using the bell والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندك اي سؤال اي احتفظ سيبوا تحت في التعليقات السلام يا رحو